اشتركوا في القناة بالعودة الى العمل من يوم الاحد القادم الموافق الثامن من مارس الجاري وذلك من اجل العمل على تحقيق اهداف العام الدراسي والحد من اثار تعطيل المؤقت للدراسة بالمؤسسات التعليمية كما اعلنت الوزارة انه بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والخاصة ومؤسسات التعليم العالي والحكومية الخاصة الحكومية والخاصة ورياض الاطفال لمدة اسبوعين اضافيين حتى التاسع والعشرين من مارس الجاري وذلك كاجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا اشتركوا في القناة